اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من فقراتنا في نهارك سعيد ولا زال المعتصمين في ربعة والسلاح اللي كلنا شايفين والحاجات اللي بتحصل هناك ولسه كلنا منتظرين نعرف ايه اللي يحصل هيتفضي امتى مبارح كان بيان مجلس الوزراء بانه فوض وزيف الداخلية علشان يفض اتصام ربعة وطبعا اتصام ربعة مش منفصل عن الوضع الاقتصادي في البلد لانه طول ما فيه اللي موجود ده ودعوات تحريضية وامبارح قالوا لا سلمية بعد اليوم ومش عارفوا عايزين يوعلنوا مجلس حرب في شمال سيناء يعني بيطلعوا حاجات كده غريبة وتصريحات بتخد برضو الناس برغة دلوقتي وده اكيد بيأثر على وضعنا الاقتصادي اي نعم البرصة ارتفعت نسبيا لكن احنا لسه عندنا تضخم لسه عندنا سعر الدولار عالي الاسعار تعتبر من اعلى الاسعار في تاريخ مصر في كل مواسم رمضان اللي فاتت خلونا نتكلم بالتفصيل عن الاسعار والعيد ووضعنا الاقتصادي وارتباطه بربعة مع دفنا اللي مشرفنا استاذ محمود العسقلاني الكاتب الصحفي ورئيس جماعية مواطنون ضد الغلاء صباح الفل صباح خير المدينة عايزين نتكلم في الوضع الاقتصادي في الظروف الرهنة اي نعم فيه تقدم في البرصة وفيه بشاير وفيه كالناس بتقول ان سيناء بتدى يبقى فيها سياحة في الغرداء يعني ابتدت بوادر انتعاش للبلد لكن ربعة والسلاح اللي فيها والتهديدات وكل الحاجات اللي احنا عاديين بنتفرج عليها على القناة اللي مش طيقينها كلنا قناة الحصيرة ايه قناة الحصيرة ايه نسميها بقى اللي نسميها يعني بس هي قناة موجهة لخدمة هؤلاء البشر وفيه قناتين ثلاثة كده كمان فتحوا لنفس الحكاية ده وعملين هم بيستخدموا القنوات بالذات لارسال رسائل العالم الخارجي وطبعا على رأسهم الأخ جادر حداد ويعني ابتدوا يظهروا ابتدى ناس كده كانت منسية تظهر عليها المهم يعني ان الرسائل دي تحريدية وابتدي رسائل خاطئة للعالم وده بيأثر لسه على وضعنا الاقتصادي هارك تعلق على داوت المستهدف الرئيسي من دولة الإشارة اللي موجودة في ربع العدوية وجماعة اللي موجودين في نهضة مصر انهم يعملوا حالة ارتباك دائم في المجتمع المصري او ما يسمى بحفة او يعني صراع حفة الهوية هم عايزين يضعوا الوطن المصري على حفة الهوية بشكل دائم هم عايزين يحطونا دائما في حالة توتر دائما الهدف رئيسي من الكلام ده ايه؟ الهدف رئيسي من الكلام ده ان هو عايز يحسن شروط التفاوض بتاعته عايز يرجع للعملية السياسية بشكل قوي ربما يكون حيتنازل عن مرسي خلاص انتهت حكاية مرسي بالنسبة لهم نهاية مبرامة لكن هو على اقل تقدير يحتاج يرجع للمعادلة السياسية مرة تانية عشان يرجع المعادلة السياسية هو بيحاول يقلب المجتمع المصري بيحاول يخلق حالة توتر عشان ينفذ من خلالها ويحسن شروط التفاوض مشكلة انه فيه قدامه حيطة سد اسمها انه اكتر من 30 مليون مواطن او 35 مليون مواطن نزد وفقه على قريطة الطريق دي فانت عايز تغيرها ترجع للشعب تصرفوا يعني هات شعب وينزل اقنعنا باللي انت عايزه خلينا نكلم وضوح الشعب المصري بامانة انتهت بالنسبة له خلاص نهاية بمبرابا فكرة انه هو مش حيرجع للجماعة دول باي حال من الاحوال ولو عملوا انتخابات مزورة مليون مرة مفيش حد حيديهم اسواتهم لا والكلام كمان على انه الانتخابات هيبع عليها اشراف دولي يعني وده كلام احنا طلبناه منهم في الانتخابات الماضية وهو هم رفضوه قلنا ان احنا محتاجين اشراف دولي كامل على العمالات الانتخابية هم اللي رفضوا كلام ده اثر داخل صديقا انت طالما في حالة تواطر رأس المال جبان محدش هيجي يستثمر تمام عندك ازمة في السياحة السياحة دي قاطرة بتكلم على مليار ونصف دولار تقريبا في الشهر من الممكن ان يأتوا الى مصر بسهولة وبدون ازمة وعندك البنية التحتية اللي تمكنك من استقبال افواج سياحية على اعلى مستوى من كل دول الدنيا تمام لكن الحالة اللي هو بيحطك فيها دي بيقلي جزء كبير جدا من السياح اللي هو سياح السقافة السائح السقافي اللي هو بيجي عشان يتفرج على الارام وييجي تفرج على تاريخ مصر تمام مش بيجي وبالتالي انت النهاردة بتكلم على السياحة الشاطئية تمام السياحة الساحلية دي بيجي الناس فيها بعيد عن القاهرة وبعيد عن الاجواء المحيطة بالحكاية اللي احنا فيها وبالتالي بيبقى فيه امان نسبي لكن خلينا نتكلم بوضوح السياحة لو اشتغلت بالقوة اللي كان بتشتغل بها يوم 24 ناير 2011 انا اتصور الوضع في مصر هيختلف كتير وحيبقى انت مش محتاج ان انت تتكلم على صندوق النقد الدولي مش حتاج تتكلم على قروض ومعونات واعانات وشيء من هذا القبيل احنا في مصر نستطيع بشكل اوباقر ان احنا نبني بلدنا امبارح كان فيه مقار رائع جدا انا قرأته في صحيفة الاهرام لوزير الاسكان المواند سبراهيم محلم بيكلم فيه عن شبه مشروع مرشال شبه مشروع مرشال يعني هو بيكلم على انشاء مليون وحدة سكنية لمحدود الدخل هل تفاهم الناس ايه هو مشروع مرشال مشروع مرشال ده المشروع اللي اتعامل في اوروبا بعد الحرب العالمية عشان يحرك يعني ايه المشروع بنائي لما تيجي تبني مليون وحدة سكنية في التوقيت الحالي ده حسب الكلام اللي انا قدت في مقاله حسب كلام نس كتير انا نبارح سألتهم يشغل في حدود سبعة مليون بني ادم تلاتة مليون بشكل مباشر في التشييد والبناء وارباعة بشكل غير مباشر في اعمال اخرى يشغل بتوع السراميك بتوع الحديد بتوع الاسمانت يشغل بتوع الدهانات يشغل كل المعادلة الاقتصادية في مصر كل دولة كمان هيروحوا يشتروا اكلهم يشتروا سكر وزيد ويركابوا عربيات ودعي لهم مدارس ومش عارفين العملية الاقتصادية العجلة الاقتصادية بتدور بشكل متسارع نتيجة لوجود معدلات تنمية كبيرة بأمانة شديدة الكلام ده لو حصل ده معناه ان انت بتعمل نقلة محورية بتعمل تنمية حقيقية احنا فعلا حسب الكلامنا قرأته ايضا في المقال بتاع مبارح للمانت سبراييم احنا وهذا رجل واضح اوي انه فاهم هو بيعمل ايه واحد حرفاجي مهني عارف الحرفة بتاعته بشكل كويس تمام تستطيع ان انت تقول عليه مقاول اكتر منه وزير تستطيع ان انت تقول عليه صنيع اكتر منه وزير لانه حاطت ايده في الحكاية هو يقدر لو عمل المليون وحدة سكنية دول وزعهم على الناس الغلابة حيحل ازمة اجتماعية حيحل ازمة العشوائيات القريبة منك انت النهاردة في حضن رملت بولاء وفي حضن اماكن عشوائية من الممكن ان تبقى حزام ناسف في لحظة من اللحظات اذا لم نتنبأ واذا لم نعد انفسنا ان احنا نعمل شبكة امان اجتماعي تشيل الناس الغلابة دول عشان ما يعوش تحت خطف ويعادة تخطيط بقى الحكاية كلها ما تفهمش بقى زي الاول انت النهاردة الحكومة انا بأمانة انا متفائل جدا معروف عني دايما من قبل الصورة ان انا ضد الحكومة ما فيش حكومة جد لا وهنا كمان ما استلطفنا حضرتك او يعني الكلام الناس ممكن ترجع له على اليوتيوب لو حبيل يعني يعني معروف موقفي ضد كل الحكومات لكن انا شايف ان الحكومة دي تحديدا فيها مجموعة من الناس اللي فهمين بيعملوا ايه طب لكن تتلمت عن وزارة الاسكان تقيم حضرتك اقتصاديا وحتى اللحظة اللي انت شايفه حضرتك ايه بالنسبة للحكومة حتى انا شايف انه يعني على سبيل المثال انت عندك وزير التومين دخل لوزارة التومين دي وهو ظابط بضبرتين دكتور محمد ابو شادي دخل وزارة التومين وهو عائل صغير شاب لسه صغير بقى مساعد وزير داخلية اللي باحث التومين بعدين كبر ونشأ في هذا المكان عارف كل مكان في مصر يتعلق بمهنته او بالشغلانة اللي شغال فيها في وزارة التومين عارف حضرتك مفيش زقاء مفيش مكتب مفيش موظف ممكن الا ما تلاقيه عارفه يعني معظم القيادات دي عارفه طيب ده على المستوى القشوص لكن على مستوى البرنامج الرؤى بقى الرؤى والبرامج المفروض يعني مثلا انا عجبني الكلام لانه انا عايز اضيف على ده حاجة صغيرة انه دكتور الببلاوي قال انه الحكومة الانتقالية مش حكومة تسيير اعمال دي هتأسس لما سيأتي فيما معنات أسس للمستقبل فاحنا الغاية ده هتحضرتك هل بترى انه الرؤى المطروحة كافية ولا احنا محتاجين تفصيل اكتر ولا محتاجين عرض للبرامج انا اسمعت برضو وزير الاسكان بيكلم على موضوع محور قناة سويس وبيكلم عليه برؤية مصرية قال ان احنا هنمصر المشروع مش هنقطره مش هيبقى قطر يعني تمام فكرة ان انت تمصر هذا المشروع يبقى للمصريين وتنشئ مشروع على مستوى عالمي شركة مساهمة للمصريين شركة مساهمة مصرية حقيقية يبقى المصريين موجودين فيها يبقى حاجة بتاعتنا مش بتاعة حد تاني ما يبقاش احتلال خارجي او حد يفرض ارطه على الدولة المصرية انا شايف انه الكلام ده لو اتعمل برضو قريب من المشروع مرشال انت بتكلم على تنمية في محور مهيب جدا هيقدم فرص عمل جديدة هيدي امل للناس يعني الناس عايزة تشعر ان في حاجة بتتعمل على ارض الواضع مشروع قومي تمام الناس عايزة تحس ان في خير بيوصل ايديهم الناس عايزة ترجم كل المعادلات السياسية وكل الافكار السياسية وكل الكلام اللي بيقولوا النخبة السياسية في مصر الى لقمة عيش وإلى مسكن يسكن فيه وإلى ملبس يلبسه طب اسمه هل حضرك بترى انه احنا محتاجين يبقى فيه عندنا مشروع قومي للبلد افضل من ان احنا ممكن نعرض رؤى متبينة ولا ممكن يبقى فيه مشروع قومي يشمل الرؤى كلها خلي بالك انا عايزة اقولك انت فتحت الموضوع بالغ الخطورة المصريين بيحبوا حاجة قومية يشتغلوا عليها يعني انت لما كلمت على 57-57 هتلبن ادم مصري ما قدمش حاجة في 57-57 ليه اعتبروا ده مشروعهم القومي السد العالي زمان ونفس الكلام بالنسبة لمستشوى القلب دكتور ماجد يعقوك يعني عايزة اقولك المصريين لما بيحسوا ان فيه حاجة نجحة بيلتفوا حواليها وبينجحوها وبيكبروها السد العالي ابوك وابويا زمان كانوا بيتبرعوا عشان يبدوا السد العالي زمان وهم طلبوا وهم أطفال صغيرين في المدارس الابتدائية كانوا الأطفال بيشركوا في عملية بناء السد العالي بانهم يتبرعوا من مصرفهم عشان يبعدوهم انتماء وهل ده أستاذ محمود مطلوب علشان نستغل روح التضامن طبعا 30-6 كان فيه حب رهيب ما بين المصريين في الشوارع والناس بتعزم على بعض مجرد ان انت مصري وفيه فطار زي اللي حصل ده في تاريخ الدنيا فيه فطار فيه مائدة فطار في العالم أو فيه مائدة أكل يعني تتسع للبشر اللي كانوا موجودين يوم 26 فيه حد يقدر يعمل مفيش صعوب عن ده حتى العدد يعني أنا ما فطرتش في مدان التحرير تمام لكن كل أصدقاء اللي فطروا في المدان جابوا وجبات من بيتهم اللي بيجيب أكل كاف تلاتة بيوزع منه بيأكل قليل والمسيحيين والمسلمين محدث ولا حد والمسيحين صاموا والمسلمين صاموا والدنيا عايز أقول لك هذه الحالة الإيجابية المحترمة من الممكن أن تستثمر في مشروع قومي يبني مصر حقيقي يبني مصر الحقيقية يبني مصر الجديدة اللي أنت محتاجها لابنك وابني في المستقبل اللي إحنا مش عايزين نسيب بلقنا معتلة تاني ده الأمال والمطلوب المفترض من الحكومة الفترة القادمة وأننا نعرف بقى البرامجي وعندنا تصورات محددة زي ما عندنا كده خارطة الطريق وعندنا طايم تي بول إحنا ماشيين عليه مفترض أننا نعرف الفترة اللي جاية لكن خلينا نتكلم عن الوضع الحالي عندنا تضخم ارتفع سعر الجنيه المصري هو اللي قاله هو الدولار ما ارتفعش من سعر الجنيه المصري قيمته هي اللي قالت وأسعار السلع غالية جدا على ناس كتير وناس كتير جدا تعبت الفترة اللي فاتت وإحنا دلوقتي داخلين كمان على وقت عياد كل سنة وكل الناس طيبين وناس بتعيد الفترة المبارك حضرتك بتشوف الأسعار عاملة إزاي وإيه المطلوب اتخاذه تجاه الأسعار لأنه بجد الناس تعبانة وده مسبب حالة من الضغط برضو عند المصريين أنه المواد الغذائية بالذات بقت غالية جدا كان في حد أدنى زمان مثلا سندوتش الفول دلوقتي الحاجة يعني خلاص الجنيه المصري اتعبان جدا إيه المطلوب لوقف تدهور الجنيه المصري وإعادة التوازن للبلد عشان محدود الدخل ومنعدم الدخل يعرفوا يرجعوا يعيشوا مستريحين على الأقل نسبيا أو على الأقل في الفترة دي الحين ما نحل المشاكل أنا محتاج بأمانة عشان نحل الأزمة دي حزمة الإجراءات اللي عملتها الحكومة السابقة المتعلقة بصندوق نقطة الدولة يتم ترجوع عنها لأنه مثلا على سبيل المشال هو عمل جمارك على لبن الأطفال عمل ضرائب على النشوق والعلكة فاكر قانون النشوق والعلكة اللي أصدره بتاع الدرايب حاجة وخمسين سلعة العناصر الغريبة اللي يومنا كان أنا فجأت أنه قانون أصدره الدكتور مرسي وبعد كده قالك الدكتور مرسي لا يعلم شيء عن القرار وجمده ومش ده التابع بالليل وجمده أنا وصلتني رسالة هو القرار صدر في حدود ساعة سبعة العصر سبعة عند المغرب فجأت أنه جاني رسالة على الموبايل الصبح من المكانات الأنباء الساعة خمسة الصبح أنه تلغى سيد محمود أنا نمت ما كنتش عارف أنا صحيتي الصبح لا أنت نمت على حاجة وصحيت على حاجة يعني طلع وتلغى مهمة دي ما كنتش دولة دي كانت عشة فراخ يعني أنت كنت بتدير عشة فراخ مش بتدير دولة طب إيه المطلوب بقى في الوضع المعاقع المطلوب بقى المطلوب أولا أنت تتراجع عن هذه الحزمة من الإجراءات لأننا شايف نوجة نظرة أنها فقمت أزمة السوق رفعت الأسعار بالفعل تمام الرجوع أنها حيعمل حالة سيولة وحيعمل يعني فكرة أنت عندك حالة ركود تمام حيبقى فيه شراء يعني نسبة البيع والشراء هتزيد لو ده تعمل أنت مش بتخسر حاجة هتبقى حركت السوق الأمر الثاني أنا بقى طالب بأمانة التجاري الكبار على أقل تقدير مساهمة منهم في الوضع الراهن اللي احنا فيه بلاش نتكلم كلام معسول في القنوات الفضائية وفي التلفزيونات ونقول كلام ما نعملهوش أنا بقى طالبهم الآن أنهم يخفضوا أسعارهم بالشيء حتى على أقل تقدير يكسبوا مكسب طفيف وحضرتك لمست نقطة مهمة جدا عشان أنا كنت عايز لسه أتكلم في النقطة دي أنه المجمعات الاستلاكية بتوفر سلع ومنافذ القوات المسلحة بتوفر سلع وتوفر سلع جيدة بأسعار منافسة ليه إحنا في دائرة الأسعار أنه لا دول بينزلوا الأسعار ولا دول بينزلوا الأسعار في حين أنه طب فعلا زي ما حضرتك بتقول طب ما تكسب ما تكسب معقول نرحم بعض كلنا لأنه في الآخر لما هتقل ما هتقل عن ناس كلها إحنا اجتماعنا مع الدكتور محمد أبو شادي قبل أيام مع مجموعة من عندنا في الجمعية وكلمنا على فكرة إنشاء شبكة من التعاونيات الجديدة التعاونيات القديمة دي بقى خلاص يعني حلاء بقت حاجة مزرية جدا إحنا محتاجين تعاونيات جديدة تأخذ في اعتبارها إحداث الشكل من أشكال التوازن في السوق يعني إيه أنت مش قادر تسيطر على الأسعار بفرض تسعيرها جبرية وأنا مش عايزك تعمل تسعيرها جبرية حتى لو وصلنا أن أنت تعمل تسعيرها ودية أنا ربما أكون أميل لأن أنت تعمل تسعيرها ودية الناس ترتضيها التجار والمنتجين الكبار يرتضوا هذه التسعيرها الودية يتعمل سقف الأرباح محدش يعلي عنه زي ما عمل ساركوزي في فرنسا لكن على أقل تقدير إحنا محتاجين نستخدم أليات السوق اللي هي العرض أنا عشان أعرض التعاونيات بأمانة حل أمسل في التوقيت الحالي إحنا عاملين حملة في مواطنون ضد الغلاء لنشر فكرة التعاونيات على مستوى الجمهورية في معظم المحافظات وبدأنا بالفعل فيه ناس كتير يعني في سكندرية فيه جمعية سيد بيشل والعصافرة خلاص يعني في طريقها للإنشاء ودي أول جمعية إحنا بنقدمها بناس جدد بشباب جدد بأفكار جديدة برؤية جديدة بناس عندها وعي وعندها إدراك مش تعاونيات بتاعة زمان الفئوية اللي بيجيب شوية زيته سكر وبيوزعه ومسلام عليكم لا إحنا عاملين حاجة على مستوى محترم أنا شايف إنه لو اتعاملت بالشكل اللي إحنا متخيلينه من الممكن أن تحدث شكل من أشكال التوازن في السوق وأنها تبقى منافسة للهايبر ماركت ومنافسة للشبكات التوزيع اللي موجودة في مصر طيب ختاما لكلامنا والحاجة بقى اللي تهم المشاهد لازم نختم بيها طبعا جمعية المواطنون ضد الغلاء دي جمعية أهلية غير هدفة لربح عشان بس الناس ما تفتكرش إنه ده إعلان بس حضراتكو عاملين استعدادات للعيد وترحين سلع بأسعار مخفضة يريد حضرتك تقول لنا إيه علشان في ناس كتير محتاجاها ويقدروا يتواصلوا مع حضراتكوز إحنا بأمانة شديدة كنا بنشتغل بشكل كويس جدا الفترة اللي عدت قبل الثورة وبعد الثورة كنا بنشتغل في فكر التوفير بعض السلع الغذائية للناس بأسعار مخفضة الإخوان المسلمين أو الإخوان اللامسلمين للأسف الشديد أحداثوا أزمة فيما يتعلق باللحوم اللي إحنا كنا سيد الموقف بالعيش إحنا كنا بنقود السوء في اللحمة يعني إحنا كنا لما نزل أسعارنا كان السوء ينزل أسعاره لأننا كنا بنعمل التوازن كنا بنبيع كيلو لحمة 38 جنيه لكن فيما جرى من أخوانها في هذه الدولة انتقل الإخوان من أخوانة البشر لأخوانة البقر جابوا البقر من السودان تمام بشركات إخوانية العجل عشان يعدي الحدود يهز ديل وكده لازم يبقى واخد سك من جماعة الإخوان المسلمين عشان يعدي الشركات اللي كنا بنتعاون معها خرجت من السوق لصالح هؤلاء الناس أربع شركات تقريبا أو خمس شركات وعشان كده حصلت عندنا أزمنا احنا قريبا احنا بعد العيد إن شاء الله بننشط بنقدم أفكار جديدة للحكومة عندنا شبكة أمان اجتماعي عندنا قبل أن لأنه وقتنا خلص إيه الحاجات بالنسبة للناس يقدروا يلمسوهم ويقدروا يجوشتروها أو إيه الحاجات الأسعار المخفضة ويقدروا يوصلوا لكم إزاي يعني إحنا عندنا منافس فيها اللحوم دلوقتي بس أسعارها زادت شوية زادت بعد باربعين جنيه لكن على الأقل تقدير من الممكن أن تجد قطعة لحمة آمنة وبسعر محترم وحاجة يعني إحنا مشرفين عليها يقدروا يوصلوا لحضراتكم موجودين على إحنا عندنا منافس كتير في القاهرة وفي العاشر من رمضان وفي المادة أهلية وفي معظم المحافظات عندنا منافس بتوزع الحوم إنما الفترة اللي جاي إحنا بنتجه إن إحنا نعمل شبكة أمان اجتماعي بالتعاون مع الحكومة نحل فيها أزمة السلة الغذائية بشكل كامل للمواطن الغلبان الفقير اللي مش لاقياكم وعايزين كمان دور جماعية رعاية المسلح لك يرجع كمان بشكل كويس لأنه كلنا ده محتاجين لنا كلنا أستاذ محمود العسخلاني يعني كاتب الصحفي ورئيس جماعية مواطنون الغلاء ضد الغلاء نورتنا ونتمنى أن يتقابل تكون الظروف تتحسنين إن شاء الله بإذن الله هتتتحسنين وصلا تبقى زال فل بإذن الله إن شاء الله مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا ما فيه شعب في الدنيا بيبطل إن هو يكن لكن التعامل مع السلحة الغذائية والتعامل مع السياسات الاقتصادية لناسه ونتمنى أنه المواطن يلمسوا في الفترة اللي جاية لأنه الناس مستحملة بقالها كتير جدا وحضراتكم تقدروا تروحوا لجمعية مواطنون ضد الغلاء أو منافذ القوات المسلحة أو المجمعات الاستهلاكية يا رب عيد سعيد عليكم إن شاء الله الأسعار تنزل قريب فقراتنا مستمرة في نهاركس عيد لغاية 12 ظهرا على الهواء مباشرة بعد الفصل على طريق